مراجعة الدرس التاني مادة علوم. بنرحب بطلاب الصف الثاني الاعدادي ومنرحب بكل بتفرجوا على القناة. من غير ما انضيع وقت يلا بينا على الدرس. اهلا بكم من جديد. النهاردة ان شاء الله هنراجع الدرس التاني مادة علوم وطلاب الصف الثاني الاعدادي درس تدرج قواص العناصر. بس لو بتشوفنا الاول مرة يا ريت تشترك في القناة وتفعلك زر الجرس عشان يوصل لك كل الجديد. وكمان تدوس لايك للفيديو عشان يوصل لكل زمالك. ونبدأ ونقول بسم الله رب تشرح ليه صدري واسر ليه امري. واحل العقدة من لساني يفقه قولي. النهاردة ان شاء الله عندنا شوية خواص هنشرحها مع بعض بالنسبة للعناصر. وطبعا عشان نتكلم على العناصر يبقى لازم نتكلم على الدورات ونتكلم على المجموعات. تفرق بين المجموع وتفرق بين الدورة. الدورة هي الصف. حاجة جنب بعض كده. صف زي تصف فطوب جنب بعض. لكن المجموعة حاجة عمودية. وقفة. زي العمود. زي عمود الكاربة كده. حاجة وقفة كده. فانا النهاردة هنتكلم مع بعض عن تضرق خواص العناصر. بالنسبة للمجموعات والدورات. اول حد هنتكلم عليها الحجم الزري. حجم الزرة. حجم زرة العنصر. عشان خطر نحدد حجم الزرة. بنحدده بمعلومية نصف الكتر. ادي شكل الزرة قدامك. بنحدده بمعلومية نصف الكتر. وكمان بنحدده بواحدة اسمها بي كومتر. اختصار بتاعها بي ام. بي كومتر. والبي كومتر بيساوي عشر قصة سالب اتناشر متر. والكلام ده مش جديد عليك. قلنا قبل كده. يبقى خاصية الحجم الزري. بتحدد حجم الزرة من خلال معلومية نصف الكتر. اللي بنقدر نقيسه بواحدة اسمها بي كومتر. بتساوي عشر قصة سالب اتناشر متر. طيب الحجم الزرة يا مصطر في المجموعات والدورات عاملة ازاي? بالنسبة للمجموعات الحجم الزري بيزداد. نمسك مجموعة زي واحد ايه? تبص كده تلاقي بص الزرة قدامك عاملة ازاي? تنزل تلاها كبرة شوية. تنزل كبرة اكتر. تنزل كبرة اكتر. تنزل بتقبل. يبقى الحجم الزري يبيزد مع زيادة العدد الزري. الحجم الزري بيزيد اوه. كلما اتجهنا الى اسفل بتلاقي الحجم الزري بيزيد. طيب في الدورة. الدورة هي الصف. اللي هي الحاجات اللي جنب بعض دي. امسك معها الدورة التانية. تبص. تلاقي الحجم الزري بيقل. طول ما انت ماشي بتقل 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 بتقل. ده الفضور اصغر حاجة. يعني كده مستر ان الحجم الزري بيقل في الدورة كلما اتجهنا من اليسار الى مين? في الدورة لوحجم الزري بيقل وكلما اتجهنا من اليسار الى مين بالنسبة للدورة. لكن المجموعة الحجم الزري بيزيد كلما اتجهنا الى اسفل. ايه السبب مستر? يعني المجموعة بتزيد والدورة بتقل. مش المفروض الاتنين بوزاي باعة. لا. فيه فرق طبعا. وهنشرح دلوقتي مع بعض. في المجموعة. انا عندي مسألة مجموعة زي واحد ايه. تبص على المجموعة قدامك. تلاقي كل ما بتنزل لتحت بيزيد العدد الزري. مع زيادة عدد الزري بيزيد عدد مستويات الطاقة. مع زيادة العدد الزري بيزيد عدد مستويات الطاقة. نشرح الكلام ده بالتفصيل. انا عندي اللسهم قدامك اوه. اللسهم ده عدد الزر يا مستر تلاتة. اما تيجي توزع التلاتة اتنين واحد. عندك كم مستوى طاقة? عندك اتنية. كيه? وقل. تبص بعض الصوديوم عدد الزر احداشر. الصوديوم عدد الزر احداشر. تيجي توزع الحداشر اتنين تمانية واحد. الله يا مستر. ده انا عندي مستوى طاقة زاد. معنى كده? ان الحجم الزر هيزيد. بيزيد مع زيادة عدد مستوىات الطاقة. نفس الكلام البوتاسيوم البوتاسيوم تسعتاشر تيجي توزع اتنين تمانية تمانية واحد ده زاد كمان مستوى طاقة فبالتالي بيزيد الحجم الزري كلما اتجهنا الى اسفل مع زيادة عدد الزري ليه عشان مستويات الطاقة بتزيد عدد مستويات الطاقة المشهولة بالالكترونيات بتزيد لحد لما تنزل تحت خالص لعنصر اسمه تلاقيه اكبر عنصر في الحجم الزري السيزيوم اكبر عناصر الجدول الدوري في الحجم ليه لان عدد مستويات الطاقة المشهولة بالالكترونيات فيه كبير فيه عدد كبير جدا من مستويات الطاقة فبالتالي حجم الزر كبير ده بالنسبة لعناصر المجموعة الواحد يبقى تاني فيه علاقة ترضية لحجم الزري والعدد الزري بالنسبة للمجموعة كل ما يزيد العدد الزري كل ما يزيد لحجم الزري لان عدد مستويات الطاقة المشهولة بالالكترونيات بتزيد ولما بنيجي نمسر العلاقة الترضية بيبقى بالمنظر اللي انت شايفه ده. حجموزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز الطاقة المشغولة بالالكتورونات لكن للدورة مختلفة تماما. في الدورة كل ما تبتجه الى اليمين تلاقي الحجم الزر بيقل. مش معنى يا مستر كل ما اتجاهنا ان اليسار الى اليمين الحجم الزر بيقل عاقة عكسية. ليه? لان بيزيد التجازب. في قوة التجازب بتزيد. بين النواة واليكتورونات مستوى الطاقة الاخير. لو انا عندي النواة كده هتلاقي عمالها تجزب مستوى الطاقة الاخير جدا. معنا كده ان هي بتقربها منها تقول لها تعالي ما تبعديش قربي. فحجمك ما بقاش كبير. حجم الزرر ما بقاش كبير ليه? لان النواة عملها تجذب الكترونيات مستوى الطاقة الاخير. في قوة جذب كبيرة جدا بين النواة والكترونيات مستوى الطاقة الاخير. فالحجم بيقل يبقى فيه علاقة عكسية بين الحجم الزري والعدد الزري في الدورة. العلاقة عكسية بين الحجم الزري والعدد الزري في الدورة. وقادي الطريقة اللي بمثل بها العلاقة العكسية. بص الحجم الزهد اهو بي gayل عمال لل العدد الزري كده بيزيد ما انت ماشي كده. يعني لنا لو كان واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهكذا تلاقي العدد الزهد عمال يزيد. بس الحجم لو كان هنا واحد اتنين تلاتة فوق هتلاقي عمله اهو شايف بايل. فدي علاقة عكسية بين الحجم الزري والعدد الزري. طب ليه في علاقة عكسية مصطر السبب اللي احنا قدامك اهو. زيادة قوة جاثب النواية الاكترونات مستوى الطاقة الاخير. يبقى احنا ملخص الدنيا عبارة عن حاجتين. المجموعة. العدد الزر يزيد الحجم يزيد. الدورة. العدد الزر يزيد الحجم يقل. يعني لو انت ماشي في الدورة كده. العدد الزر عمال يزيد. لأ طلال حجم يقل. عشان النواة بتجزب الاكترونات بصورة اكبر. السوديوم كان اكبر واحد فيهم. بعد كده الماغنسيوم اقل. بعد كده الالمونيوم اقل. السيليكون اقل. فوسفور كابريت كلور. طول ما انت ماشي في الدورة كده عمالي الحجم الزري. عدد الزر بيزيد فيه علاقة عكسية. فيه علاقة عكسية بين الحجم الزري وعدد الزري. لان قوة جزب النواة للالكترونات بتزيد. في المجموعة علاقة ترضية بين العدد الزري والحجم الزري. لزيادة عدد مستويات الطاقة. عدد مستويات الطاقة بتزيد. طيب هتقول لها مستر هنا مستويات الطاقة ما بتزيدش. لا ما بتزيدش يا حبيبي. لان دي دورة واحدة. طالما دورة واحدة يبا هم عندهم نفس عدد مستويات الطاقة. يعني عدد مستويات الطاقة اللي موجودة في الكلور هي نفسها عدد مستويات الطاقة اللي موجودة في الصوديوم اللي هم تلاتة. كلور كام? سبعتاشر. هتجي توزعه اتنين تمانية سبعة. طب الصوديوم كام? حداشر. هتجي توزعه اتنين تمانية واحد. هم الاتنين قد بعض في مستويات الطاقة. هم الاتنين عندهم تلات مستويات طاقة. فعناصر الدورة الواحدة عندها نفس عد مستوى الطاقة ما بتزيدش ولا حاجة. بس ايه اللي بيحصل? النواة قوة جذب النواة للالكترونات بتزيد. عندنا شوات ملعظات احنا قلنا معظمها. ان عناصر المجموعة واحد ايه? هي اكبر عناصر الجدول الدوري حجما زرية. اول عناصر هنا واحد ايه? دي اكبر عناصر الجدول الدوري حجما زرية. واللي تحت خالص ده اكبر واحد فيه. اللي هو السيزيوم. ده اكبر عنصر حجما في الجدول الدوري. السيزيوم هو أكبر عناصر الجدول الدوري حجماً زرية بقع أسفل الجدول الدوري في المجموعة واحد إيه عدد مستوىات الطاقة اللي فيه كبيرة جداً لو أنت شاطر جيب عدد الزري ويقول لي فيه كام مستوى طاقة في الكومنتات جيب عدد الزري من الجدول اللي عندك في الكتاب ويعمل له توزيع إلكتروني وقول لي السيزيوم فيه كام مستوى طاقة في الكومنتات بعد كده الفلور ده أصغر عناصر الجدول الدوري حجماً زرية بيقع أعلى يمين الجدول الدوري فوق وفوق هنا خالص الفلور دوت كم؟ 9 لما تيتوزعه 2 و7 عنده مستويين طاقة ما فيش فيه عدد مستويات طاقة كبيرة ولا حاجة وقوة الجاز بالنواية للإلكترونية الكبير عند مثال بسيط جدا بيقول لك كتب العناصر تصاعديا حسب الحجم الزري يعني من الصغير للكبير مين أصغر واحد؟ الفلور طبعا يقول لها مصر ده أصغر واحد الفلور مين اللي بعده؟ هتقول لها مصر ده عناصر دورة واحدة ولا مش عناصر دورة واحدة؟ ده السؤال اللازم كنت تقوله أول حاجة تعمل توزيع الإلكتروني الكربون 2 و4 الفلور 2 و7 الاكسوجين 2 و6 النيتروجين 2 و5 الله يا مصر ده كلهم عندهم مستويين طاقة ده عناصر دورة واحدة الدورة الثانية معنى كده إن أقل واحد فيهم في العدد الزري ده أكبر في الحجم يعني الكربون أكبر واحد في الحجم وبعد كده النيتروجين أقل منه شوي وبعد كده الاكسوجين أقل وبعد كده اصغر واحد هو الفلور زي ما احنا قلنا يبقى دي عناصر دورة واحدة هي علاقة عكسية بين الحجم الزري وعدد الزري يعني اصغر واحد في العدد الزري هو اكبر واحد في الحجم اصغر واحد في العدد الزري هو اكبر واحد في الحجم لكن الفلور اللي هو تسعة انت حجمه الزري صغير جدا حجمه الزري صغير لان العلاقة عكسية شفت السؤال سهل ازاي بس انت تكون فاهم هي علاقة عكسية هم اولا عناصر دورة واحدة مصد هم عناصر دورة واحدة بنحطهم جنب بعض كده ستة سبعة تمانية تسعة وينبوس مين اصغر واحد فيهم احنا متفقين مع بعض كل ما تمشي كده الحجم الزري بيقل بيقل الحجم الزري معنى كده ان اخر واحد هنا هو اصغر واحد في الحجم الزري واول واحد هنا هو اكبر واحد في الحجم الزري في علاقة عكسية كل ما الرقم ده بيزيد الحجم بيقل كل ما الرقم ده بيزيد بالنسبة للدورة الواحد الحجم بيقل تاني خاصة نتكلم عليها السالبية الكهربية. وباختصار السالبية الكهربية عبارة عن لعبة شد الحبل. مين فينا هيقدر يشد الالكترونات اقوى من الثاني? انا عندي زرات العناصر بتتحد مع بعضها من خلال الروابط الكيميائي. عندي زرات العناصر بتتحد مع بعضها من خلال الروابط الكيميائي. عندي مثلا الاكسوجين بيتحد مع الهيدروجين ويديني جزء مية من خلال ربطة الساهمية. مين اللي يقدر يسحب الالكترونات اقوى. مين اللي عنده سالبية اقوى الاكسجين ولا الهيدروجين? هتقول لها مستر اكيد الاكسجين. طبعا اكيد الاكسجين. يبقى السالبية القربية عبارة عن قدرة جذب الزرة للالكترونات. مقدرة الزرة في الجزء على جذب الالكترونات الربطة الكميائية. لها بتشد الحرب زي ما انت شايف. مين فينا اقوى من التاني? انت ولا انا? اللي اقوى هو الاكسر السالبية. الزرة الاكسر السالبية هي اللي بتجذب الالكترونات الربطة نحوها. يعني دي لو شدت الالكترونات نحوها دي بتبقى اكثر سالبية. معنى كده الالكترونات بتروح ناحيته. فالسالبية القاربية هي عبارة عن مقدرة الزرة في الجزء على جذب الالكترونات الربطة الكيميائية. عشان تفتكرها خليك فاكر لعبة شد الحبل. هلين فينا عنده مقدرة اكتر ان هو يجذب الالكترونات الربطة الكيميائية نحوه. اللي عنده المقدرة اكبر يبقى هو دوت السالبية بتاعته اكبر. طب مستر الغازات الخاملة سالبيتها الكهربية ملحاش سالبية. الغازات الخاملة دي عبارة عن عناصر مستوى الطاقة الاخير بتاعها مكتملة. هي مش محتاجة حاجة في الدنيا. هي عناصر مستقرة. مش محتاجة تشد الالكترونات ناحيتها ولا اي حاجة. وبترتبطش مع حد. انا مكتمل. احرتبط مع حد ليه? مستوى الطاقة الاخير بتاعها مكتمل. ما بعملز server كيميائية في الظروف العادية. وزي ما اقولنا مع بعض الفرق في السالبية القهربية مهم جدا وكمان بيحدد نوع المركب نوع المركب بيتحدد من خلال السليبية القهربية وانا عندي المركب تلات انواع يا اما قطبي يا اما غير قطبي يا اما ايوني المركب قطبي او غير قطبي او ايوني ايه المركبات القطبية ده مركب تساهمي فيه فرق في السليبية القهربية بين عنصريه كبير ده مركب تساهم الفرق في السليبية القهربية بين عنصريه كبير زي ما قلنا المية والنشادر انا عندي الاكسجين. وانا عندي هنا الهيدروجين وهنا الهيدروجين. دي رطت الساهم ايه? ودي رطت الساهم ايه? الاكسجين مقدرته ان هو يسحب الاكترونات عالية. فمعنى كده ان هو اكسر سالبية من الهيدروجين. ده السالبية القاربية بتاعته بتوصل لتلاتة ونص. الهيدروجين اتنين وواحد. تيجي تبص على فرق في السالبية القاربية واحد واربعة من عشرة. ده مركب قطبي ليه? لان فيه فرق في السالبية القهربية بين عناصره كبير. شايف? ده تلاتة ونص ده اتنين وواحد. كده كبير يا مسر اه الرقم ده يعتبر كبير. الفرق في السلبية القهربية بين الاكسجين والهيدروجين كبير. فبالتالي ده مركب قطبي. يبقى المركب القطب هو مركب تساهمي. في ربطة تساهمية اهي زي ما انت شايف. كل زراء بتشارك بالالكترون هنا الكترون هنا الالكترون وبنعمل مع بعض ربطة تساهمية احادية. نفس الكلام الاكسجين بيشارك الالكترون مع هيدروجين هنا ونعمل ربطة ساهمية وحادية. يبقى ده مركب تساهمي. والفرق في السلابية الكهربية بين عنصر كبير. الاكسجين تلاتة ونص والهيدروجين اتنين واحد. تبص على الفرق تلاقيه واحد واربعة من عشر. نفس الكلام انه شادر. الهيدروجين مع الهيدروجين الهيدروجين تلاتة الهيدروجين اتنين واحد زي ما هو. الرقم ده خلي بالك سابت ودايما كده يعني مميز للعنصر. الرقم ده مميز جدا للعنصر. عندي هنا الفرق في السلابية الكهربية تسعة من عشر. ده اعتبر برضو رقم كبير لحد ما. بس هنا عندي المية اكبر. بس المية اكبر من النشادر. يبقى المية اكسر قطبية. طالما الفرق في السلابية اكبر يبقى اكسر قطبية من النشادر. هما الاتنين مركبات قطبية. المية مركب قطبي والنشادر مركب قطبي. بس المية اكسر قطبية ليه? عشان الفرق بين العنصرين دول اكبر. الاكسجين كبير اكبر من الهيدروجين بكتير. فالفرق واحد واربعة من عشرة. لكن هنا الفرق تسعة من عشرة. فالمركب اللي هو المية اكسر قطبية. ناس السؤال هيجي لك علر. هنا السؤال بقول لك ليه المية والنشادر مركبات التسعة ومية. هتقول له عشان خاطر الفرق في السالبية القهربية بين العنصرين كبير نسبية. بس المية اقوى واكسر قطبية من النشادر عشان الفرق في السالبية القهربية بين عنصر الاكسجين والهيدروجين اكبر من الفرق بين عنصرين الناتروجين والهيدروجين في جزيء انه شادر. تاني حاجة هنتكلم عليها الخاصية الفلزية. فلزات لا فلزات اشباه فلزات غزات خاملة. هتقول ليه الكلام ده يا مستر هقول لك انا عندي العناصر بتتقسم الى فلزات ولا فلزات واشباه فلزات وغزات خاملة. عندي علم اسمه بريزيليوس ده اول واحد قسم العناصر لفلزات ولا فلزات في القرن التاسع قبل اصلا ما يعرفوا يعنيه بيني تزرق. في عناصر مستوى الطاقة الاخير بتاعها في اكتر من اربع الالكترونات. وفي عناصر مستوى الطاقة الاخير في اقل من اربعة. احنا مستوى الطاقة الاخير بيكتمل بتمانية. مستوى الطاقة الاخير بيكتمل بتمانية. ركز معي يا بالله علي. يعني بقول لك في تاكس بيطلع بتمن ركاب. في تاكس دايما بيطلع بتمن ركاب. لو في اربعة هتقول لها مستر هو كده في النص. طب لو في تلاتة وملاقاش خالص ركاب مش هيطلع. هيفقدهم. اقول له هم انزلوا خلاص مش طلعين. انزلوا. طب لو معي خمس ركاب هيستنى يكمل تلاتة وهيطلع. فالفكرة عندي نفس الفكرة بالزبط. في عناصر غلاف تكافؤها. اللي هو مستوى الطاقة الاخير. هي اقل من اربعة. اقل من اربعة يبقى دافلز. طيب ما اقل من اربعة. يعني تلاتة اتنين واحد دافلز. يعني اي عنصر فيه في مستوى الطاقة الاخير اقل من اربعة. يعني فيه تلاتة او اتنين او واحد دافلز. طب فيه اكتر من اربعة. خمسة او ستة او سبعة دافلز. امثلة خد مثال مستوديم 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 مرة فيه خمسة مرة فيه ستة ده صعب التعرف عليها مش سهل اللي انت تعرفها وغالبا هتحفظ رمزهم وتعرف ان دول اشباه فلزات زي البورن مستوى الطاقة الاخير فيه تلاتة هتقول لها مستر مفروض دوت فلز لا مش فلز ده شبه فلز هو ليه خواص معينة بتخليه الصفات بتاعته شبه الاتنين طب عند السيليكون مستوى الطاقة الاخير فيه اربعة طب اربعة ده ايه بقى مستر عشان كده بقول لك ده شبه فلز ده انت ما تعرفش الخواص بتاعته الخواص بتاعته هي عبارة عن الاتنين خواص بتجمع بين الاتنين خواص فلزات وخواص لا فلزات فانا عندي عناصر لازم تعرفها كويس جدا دي اشباه فلزات الجدول الدولي اشهرهم البورن والسيليكون وطبعا الجيرمانيوم والزارنيخ والانتون والتيلروم قررتها كتير بورون سيليكون جيرمانيوم زارنيخ انتون والتيلروم دي عناصر خواص بتاعتها بتجمع من الاتنين يعني ايه مخلطة كده نركز مع بعض في الفلزات واللا فيلزات. الفلزات عناصر تتميز باحتواء غلاف تكافؤة على اقل من اربعة. تلاتة اتنين واحد. ماشي مفيش مشكلة. اللا فيلزات عناصر تتميز باحتواء غلاف تكافؤة على اكتر من اربعة. خمسة ستة سبعة شغالة. الغازات الخاملة دي اخر حاجة في الجدول الدولي ومستوى الطاقة الاخير بتاعها مكتمل يعني فيه تمانية معدل هيليم. مش معنى مصطر الهليم لان ده عنصر عدده الزر اتنين. فعتي هي هتحطوهم في مستوى الطاقة الاولى لانه خلاص هو عمار فيش غير اتنين هتعمل مكتمل. المستوى الاول والاخير بتاعه مكتمل. وتقع في الفئة بي. يبقى الغازات الخاملة معروفة. طيب اشبهها الفلزات دي عناصر خوصها بتاك اجمع بالاتنين. اللي يهمني الفلزات واللا فلزات. واللي يهمني بعد كده الفلز دوت فيه كامي الكترون. انا قلنا مصطر تلاتة او اتنين او واحد. ودول سهل يفقدهم. بيفقد الالكترونات ديت عشان خاطر يصل تركيبه الى تركيب اقرب غاز خامل ياسبقه. ازاي الكلام ده? خد مثال عندي برضو الصوديم. اتنين تمانية واحد. ده ايه ده نستوى توزيع الاول كتروني اتنين تمانية واحد. عايز يكون الراجل ده مكتمل. مستوى الطاقة الاخير مكتمل هيعملي. هيفقد الالكترون الاخير ده. فلما يفقده هيتحول الى ايون موجة. بيفقد الالكترون الاخير وتحول الى ايوم موجب. بيكون تركيبه عملت زي اتنين وتمانية. معنى كده ان هو فقط الكترون اهو. فتركيبه بيكون شبه تركيب اقرب غاز خامل يسبقه لانه رجع لورا. عشان فقد. او فقد مستوى على بعضه كمان. مستوى ده كله على بعضه كده فقده. الكترونات مستوى التكافؤ فقدها. هتحول الى ايوم موجب. عشان خاطر يصل تركيبه لتركيب اقرب غاز خامل يسبقه. العجس تماما للا. مستوى الطاقة الاخير فيه سبعة. هيكتمل. هيبقى كام? تمانية. معنى كده ان تركيبه هيصل لتركيب اقرب غاز خامل يليه. عشان كمل. زاد. خد بزيادة فزاد. بتحول الى ايون سالب. ليه? لان انا اديته اكترونات. زودته الكترونات. خليته سالب اكتر. اديته الكترونات. خليته يكتسب الكترونات. وهنشرح كل الكلام ده تاني. ما تلقش. فانا عندي الايون الموجب دي زرر عنصر فلز. فقط الكترون او اكتر. اثناء التفاعل الكيميائي. ممكن تفقد الكترون اتنين. تلاتة. ما فيش مشكلة. ده ايون موجب. طب الايون السالب دي زرر عنصر لا فلز اكتسبت الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. زي ما قلنا الصوديم هوا. انت شايف الصوديم قدامك? اتنين تمانية واحد. هفقد الالكترون دوت والمستوى ده يبقى فارق خالص. يبقى اتنين تمانية تحول الى ايون موجب عشان فقد. لما فقد يبقى ايون موجب. يبقى تركيبه شبه النيون. لانه بقى عشرة. من العدد الزر عشرة النيون. فهو تركيبه بقى شبه النيون بالزبط. فهو تركيبه بقى شبه النيون بالزبط. بعد ما كان هو في الدورة التالتة بقى شبه العنصر في الدورة التانية لانه فقد الكترون مستوى الطاق الاخير. لكنه فقد مستوى على بعضه. نبص بقى على الفلور. اللي هو اتنين وسبعة. لانه عدد الزر تسعة. هيكتسب الكترون. يبقى اتنين تمانية. ده زاد. ده بقى عشرة برضو. ده بقى زي النيون يا مستر. ايوة. هو اكتسب الكترون وكمل مستوى الطاقة الاخير. وبقى ايون سالب. فبقى يشبه عنصر النيون بالزبط. ركز معايا كل الكلام ده عن ايده. وعندي سؤال هنا بقول لك ليه عدد الكترونات في ايون الصوديوم? هتقول لي ايون الصوديوم مستر الصوديوم لما بيفقد بابقى ايون موجب يعني المفهوض الصوديوم بابقى ايون موجب كده. الشبه ايون الفلور. اطلب الفلور لما بيكتسب بيبقى ايون سالب. ليه هما اللي اتنين على السوديوم يمتساوي? النيون. يبقى عندي ايون الفلور شبه ايون الصوديوم. لان انا عندي لما الصوديوم يفقد الكترون هيبقى تركيبه شبه النيون. وانا عندي الفلور لما يكتسب الكترون هيبقى تركيبه شبه النيون. وهم الاتنين شبه بعض. اسناء التفاعل الكيميائي. زرة الصوديوم بتفقد الكترون. اهو. بينما تكتسب زرة الفلور الكترون. اكتسبت الكترون. فيصبح ايون كلا من هما فيه كم الكترون? عشرة. وهنا بقول لك شكل الفلزات واللا فيلزات. الفلزات فيه الكترون في مستطق الاخير اتنين تلاتة زي عناصر المجموعة واحد ايه وعناصر المجموعة اتنين ايه وعناصر المجموعة تلاتة ايه. عند اللا فيلزات ممكن يكون فيه خمس الكترونات ستة سبعة زي عناصر المجموعة خمس ايه وستة ايه وسبع ايه. الغازات الخاملة معروفة هي عناصر المجموعة تمانتاشة. وعندي مقارنة بتلخص للدينة دي كلها بين الايون الموجب والسالب. الايون الموجب بيزارة عنصر فلز فقدت الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. الموجب هو اللي بيفقد عشان السالب بيكتسب الكترونات وبيكتسب ايه? سالب. السالب بيكتسب الكترونات فبيكون سالب اكتر. عشان كده هو ايون سالب لانه بيكتسب الكترونات. الايون الموجب بيفقد الكترونات. الايون الموجب زارة عنصر فلز فقدت الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. الايون السالب بيزارة عنصر لا فلز اكتسبت الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. ليه الفلز بيفقد? لانه فيه الكترون في مستوى التقل اخير اتنين تلاتة فسهل انه يفقد. واحد فيه في مستوى التقل اخير اكترون او اتنين او تلاتة. يفقدهم اسهل. لكن ده مستوى التقل اخير فيه خمسة او ستة او سبعة. يفقد احسن ولا يكتسب? يكتسب طبعا. يبقى زرة عنصر فلزي فقد الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. لكن عندي الايون السلب زرة عنصر لا في لزي اكتسبت الالكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي الراجل ده فقط معنى كده الالكترونات هتقل هتكون اقل من البروتونات فقط الالكترونات هتكون اقل من البروتونات لكن الايون السلب اكتسب يبقى الالكترونات فيه اكتر من البروتونات بيحمل شحنة موجبة الشحنة الموجبة دي بتساوي عدد الالكترونات المفقودة يعني لو هو فقط الالكترون بنقول عليه موجب واحد طب لو هو فقط اتنين موجب اتنين. وبنكتبا بالمنزل ده. الواحد م بنكتبشي واحد. بنكتب العلامة بس. طب لو عندي هنا فقط تلاتة بنكتب موكب تلاتة. فيش اي مشكلة. طب و لما بيكتسب. بنكتب سالب. زي الكدور سالب. عندي ايه تاني بيكتسب? مسلا الاكسوجين. سالي باتنين. وهكذا. عدد مستوات الطاقة فيه اقل. لان هو بيفقد. عدد مستوات الطاقة الاخير بيكون فاضي. في عدد مستوات الطاقة فيه اقل من عدد مستويات الطاقة في الزرة زي ما قولنا السوديوم اتنين كان تمانية وبعد كده واحد لما هيفقد الكترون اكنه فقط مستوى طاقة كامل على بعض فعدد مستوى الطاقة فيه اقل من عدد مستوى الطاقة في الزرة لكن دوت هو هواء ما حصلش حاجة كانوا سبعة بقى تمانية اكتسب الكترون ملناش دعوة بمستوى الطاقة هو اكتسب الكترون في مستوى الطاقة الاخير فعدد مستوى الطاقة بيساوي عدد مستوى الطاقة في زرته خلي بالك من كل الكلام ده. تركيبه بقى شبه تركيب اقرب غاز خامل ليه? لانه فقط. طب ده الايون السالب. تركيبه بقى شبه للتركيب الالكترون لاقرب غاز خامل يليه في الجدول الدوري. يبقى احنا اتفانى مع بعض. عند الجدول الدوري بيبدأ بزهور فلزات. بعد كده في النص اشبهها فلزات وبعد كده لا فلزات وبعد كده فلز خامل. زي ما انت شايف كده عناصر الدورة التالتة زي ما انت شايف قدامك اوه. اول حاجة فلز قوي زي الصوديم. بعد كده فلز. بعد كده فلز برضو. اكن الصفة الفلزية او الخاصية الفلزية بتقل. طول ما انت ماشي كده الصفة الفلزية بتقل. كان فلز قوي. اقل شوية بقى فلز عادي. فلز. بعد كده شبه فلز. بعد كده لا فلز. بعد كده لا فلز. بعد كده لا فلز قوي. بعد كده غاز خامل. يعني لو انت ماشي كده الخاصية الفلزية بتقل. وهو كان فلز قوي عمالي قل. طب ايه اللي بيزداد? اللي بيزداد بعد كده لا فلز وعد كده لا فلز وعد كده لا فلز قوي ده ده اللي بيزيد اللا فلزية هي اللي بتزيد لكن الفلزية بتقل ركز في الكلام حاول تفهمه هتلاقي الموضوع بسيط واحد كان فلز قوي بعد كده فلز عادي وبعد كده فلز خلاص يبقى الفلزية بتقل هنا الفلز القوي في الاخر اكيد انا ماشي براحة وطلعت لك انت بقيت لا فلز قوي يبقى تزداد الخاصية اللا فلزية يبقى في المجموعة انا عندي في المجموعة الواحدة. الخاصية الفلزية بتزيد. ده في المجموعة تزداد مع زيادة العدد الزر. ملاكش دعوة بالدورة. احنا قلنا في الدورة بتقل. لكن في المجموعة بتزيد. وانتي ماشي كده ابت predatoria تلاقي خاصية الفلزية بتزيد مع زيادة العدد الزر. عشان عندي بيزيد مستوىة الطاقة. مستوى الطاقة عمالة زيد. عمالة زيد عمالة زيد. فبنبعد عن النواة. reminisны Ina بقى سهل ان انا افقد الاخير ده. انا بعدت على النواة خلاص. فالاخير دوت الالكترونات التكافؤ بقى سهل ففضها. فالخاصية الفلزية بتزيد. يعني اللي بيفقد احسن ده في لز اكتر. الخاصية الفلزية تقول لك اللي بيفقد احسن ده في لز اكتر. يبقى تتناسب الخاصية الفلزية طردية مع العادة الزر. كل ما عادة الزر يزيد لقى الخاصية الفلزية بتزيد. ليه? لان انا عندي بيزيد على المستوى الطاقة. فبالتالي بقى سهل ان افقد الالكترونات. عندي قدرة على الفوض الالكترنادي التكافه بقى اسهل. عشان كده السيزيوم خلي بالك من السيزيوم ده. انشط عناصر الجدول الدولي. ليه? لانه اكبر حجما. حجمه كبير قوي. واحد حجمه كبير. فانت لما تاخد منه مش هيحس. تيجي تاخد منه حاجة في الاخر مش هيحس معه حجمه كبير. لكن لو حجمه صغير هيكون مركز معاك. قال ليك فاهم. انا حجم صغير همركز في كل حاجة. لكن السيزيوم انشط الفلز زاد. قال ليك التكافه باقصر سهولة. يبقى نفس الفكرة الخاصية الفلزية هي علاقة ترضية مع العادل الزر زي الحجم بالزبط. نفس الكلام اللي احنا قلناه. الحجم الزري والخاصية الفلزية علاقة ترضية مع العادل الزر. هي علاقة ترضية. تنزل تحت تلاقي الخاصية الفلزية بتزيد والحجم الزري بيزيد. عندي هنا نشاط عشان نتعرف على الخاص الفلزية. عايز تعرف العنصر ده في لزة انا جايب لك نشاط. هيقول لك العنصر ده بسهولة النشاط انت محتاج مواد زي ايه مخبار اللي هو انت شايفه برا دوت وشريت ماغنيسيوم وحمض هيدروكولوريك مخفف مخبار وشريت ماغنيسيوم وحمض هيدروكولوريك مخفف هنعمل ايه بقى شريت الماغنيسيوم اللي انت شايفه قدامك دوت هتحطه في حمض هيدروكولوريك هترميه في حمض هيدروكولوريك هتحصل ايه هتلاقي في فقعات طلعة حصل تفاعل الكيميائي. عند حدت شريط ماغنيسيوم في المخبار. المخبار ده في حمض هيدروكلوريك. الاتنين دول هيتفعلوا مع بعض. حمض هيدروكلوريك هيتفعل مع شريط الماغنيسيوم. هتفاعل الفلزات الماغنيسيوم مع الاحماض المخففة. زي ما انت شايف الماغنيسيوم هيتفاعل مع الحمض. وهيدي لك ايه? هيتضي لك كولوريد الماغنيسيوم وهيدروجين. بص ماغنيسيوم. الماغنيسيوم ده موجب. هيتفاعل هنا مع مين? هياخده السالب اللي هو الكلور. هياخده كده ويعمله مركب اللي هو كولوريد المغنيسيوم ده ملح وهذا صاعة غاز الهيدروجين. هدولش معنى مصطر المغنيسيوم هنا اتنين عشان المغنيسيوم ده تكافؤ سنائي. الكلور احادي. المغنيسيوم ده مجاب اتنين. مجاب اتنين. تكافؤ سنائي. الكلور سالب واحد. فلما تيجي تعمل المركب بيكون قدامك بالمنظر ده لان تكافؤ المغنيسيوم سنائي. وبنكتبه على الكلور بنبدل. يارد تكون فاكر الكلام ده واتم السنة اللي فاتت. احنا اتفادنا مع بعض التكافؤ بتاع المركب بيكتب بالطرق دي. تكافؤ المغنيسيوم هو العالكلور. وتكافؤ الكولور هو العالمغنيسيوم اللي هو واحد. بتصاعد غاز الهيدروجين. يقع نقدر نستدل بسهولة جدا على الخواص الفلزية. تحطه في حنب هيدروكولوريت مخفف او حنب مخفف عادي جدا بتلاقي يحصل فقعات بتطلق. الفقعات دي دي عبارة عن غاز الهيدروجين. عرفنا منين ده غاز الهيدروجين قرب منه اي حاجة كده مولعة هتلاقي بفرقة. غاز الهيدروجين دايما كده بيشتعل بفرقة. دي بفرقة. عندي نشاط تاني. المواد المستخدمة مخبار فيه اكسوجين. شريط مغنيسيوم. ايش معنا مغنيسيوم عشان ده فلز. مية صبغة عباد الشمس. صبغة عباد الشمس لونها. هيحدد لك ازا كان ده بقى ايه قاعدة ولا حمط. امشي معي واحدة واحدة. شريط مغنيسيوم. شريط المغنيسيوم دوت هتعرضه اللهب. هتعرضه اللهب. هيحصل ايه? هيكون اكسيد. ما انا عندي هنا في مغنيسيوم اهو. وعندي تحت فيه اكسوجين. وعندي فيه حرارة. هيحصل تفاعل كيميائي والمغنيسيوم. هيتحد مع الاكسوجين. وهيديني حاجة اسمها اكسيد المغنيسيوم. ام جي او. ام جي او. ده اكسيد. الاكسيد اللي انت شايفه قدامك دوت هتتحط عليه مية. الاكسيد دوت هتحط عليه مية. اتشي تو او. هيدي لك هيدروكسيد المغنيسيوم. هيدي لك هيدروكسيد المغنيسيوم. بعد ما اطلع الاكسيد عندك هتحط عليه مية. هيدي لك هيدروكسيد المغنيسيوم. تحط عليه نقطتين عباد شمس تلاقي لونه ازرق. تاني عشان الموضوع بالنسبة لك ممكن يكون صعب. الماغنيسيوم هتاخده وانت مسكك كده بحاجة هتروح نعرضه ايه? لحرارة. لهب. والمخبار اللي انت حطه فيه دوات فيه اكسجين. معنى كده ان الماغنيسيوم هيتفعل مع الاكسجين اللي هنا وهيدينا حاجة اسمها اكسيد الماغنيسيوم. اكسيد الماغنيسيوم. لما هدي لك اكسيد الماغنيسيوم هتحط في المخبار دمية. هتضيف الى المخبار شوية مية مع الرج. بعد ما تضيف مية مع الرج هتجي تحط صبغة عباد الشمس هتلاقي لونها بقى ازرق. لونها بقى ازرق. اشمعنا? لانه هنا تكون محلول قاعدة. ادي المعادلات هتشوح لك كل حاجة. نفس الكلام اللي احنا قلناه. انا عندي الاكسجين موجود قدامك هوت كان في المخبار. والماغنيسيوم هتعرضه الحرارة. معنى كده ان هو هيكون اكسيد الماغنيسيوم. ام جي او. اشمعنا يا مستر ما كتابناش هنا اتنين. عشان ده اتنين. وده اتنين. الماغنيسيوم تكافئ سنائي. والاكسوجين تكافئ سنائي? فمش بنكتب. طرف الان ما هم ما الاتنين شبه بعض. ولو مش فهم الموضوع دوتك برضه اتكامي في الكومنتات. التكافئ طرف يا ام ما الاتنين شبه بعض ما منكتبش. ابس ده سناي. وده سناي خلاص عرفت ان ده سناي وده سناي. اكسيد الماغنيسيوم. حط عليه شوية مية هيدي لك حاجة اسمها هيجروكسيد الماغنسيوم. او الاكسيد اللي قدامك ده. حط على مي. ام جي او. بيديني ام جي او اتش الكل. هنا كتبت اتنين. مش معنى كتبت اتنين? عشان ده تكافؤ سالب واحد. الهايدروكسيد تكافؤ سالب واحد. عشان كده كتبت اتنين لان ده تكافؤ وحادي. هيدروكسيد الماغنسيوم دوت. ده عبارة عن قعدة. حاجة اسمها قعدة. طالما فيها او اتش تبقى قعدة. اسمها كده. القعدة ديت لما بتحط عليها سبغط عباد الشمس تلاقي اللون بقى زرع على طول. القواعد لما بتحط عليها سبغط عباد الشمس تلاقي اللون بقى زرع. وعندي معلومة مهمة بس خلي بالك حاجة بسيطة خالص. وقول لك القعدة دي حاجة كبيرة قوي. حاجة كبيرة قوي. القلاويات حاجة منها. يعني في حاجة اسمها قلاويات وحاجة اسمها قواعد. القواعد ديت الكبيرة. دي الحاجة الكبيرة. لكن القلاويات دي حاجة منها. يا زي ما اقول لك ايه? القلويات دي عبارة عن اوضة في بيت. القلويات دي اوضة في بيت كبير. البيت الكبير ده اسمه قواعد. القلويات دي حاجة في القواعد. اوضة صغيرة في البيت الكبير. سؤال بقول لك علي. لا تعتبر كل القواعد قلويات. لان القواعد دي اكبر حاجة مستر. لان القواعد دي كبيرة. القلويات هي اللي قبارة عن قواعد. لان القلويات قبارة عن قواعد زائبة في الماء. من فعش اقول القواعد هي القلويات. لا القلويات هي القواعد الصغيرة هي الجزء من الكبير. مش الكبير هو الجزء من الصغير. عندي حاجة بعد كده اسمها متسلسلة النشاط الكيميائي. متسلسلة يعني سلسلة. يعني ترتيب لعناصر معينة اللي هي الفلزات. بنرتبها حسب نشاطها الكميائي. بنرتب العناصر ديت حسب نشاطها الكميائي. في حاجة اسمها متسلسلة النشاط الكيميائي. بنرتبها تنازلية من الكبير للصغير. متسلسلة النشاط الكمية يبقى ترتيب الفلزات تنازليا حسب النشاط الكمية تنازليا من الكبير للصغير يعني اللي فوق دول اكسر العناصر نشاطة تنزل تلاقيها بتقل. يبقى اللي فوق اكسر العناصر نشاطة. تنزل تلاقيها بتقل. ليه البوتاسيوم والسوديوم اكسر العناصر نشاطا? عشان لما تضيف عليهم شوية مية بيحصل تفاعل عنيف مع المية. نشط ولا مش نشط? واحد بتحط في المية تلاقيه? وليها. نشط جدا ده انفجار وشفت انا فيديو ممكن تشوف انت فيديوهات لتفاعل البوتاسيوم والصديم مع المية ده ده انفجار رهيب فنشط جدا يبقى بتسلسلة النشاط الكيميائي ترتيب الفلزات كل دول فلزات يا بشي كل دول فلزات ليه مستر فلزات مستوى الطاقة الاخير في واحد او اتنين او ثلاثة عند الصديم والبوتاسيوم اكسر العناصر النشاطة ليه تفاعل عنيف مع المية التفاعلان مع الماء لحظيا وتصاعد غاز الهيدروجين بفرقعة فعل حرارة التفاعل يعني معنا كده مستر كل المنزل اللي تحت التفاعل مع المية هيكون اهدى صح تبص لقى الكاليسيوم والماغنيسيوم بيتفاعله مع المية بس ببط ده دول كانوا بتفاعله بعنف فرقعة لكن دول ببط كاليسيوم وماغنيسيوم كاليسيوم وماغنيسيوم تفاعل مع المية البردة ببط بعد كده الخرصين والحديد مش بيتفاعله مع المية غير لو سخنة يعني المية البردة مفيش تفاعل بتفاعله مع المية السخنة في درجات حرة عالية كمان. مش درجات حرة بسيطة. النشاط بيهل? عشان النشاط بيهل? تنزل هتلاقي دول مش بتفعل مع الماء خالص. لان حاس ولا الفضة. يبقى متسلسلة النشاط الكيميائي ترتيب الفلزات. تنازلية من الكبير للصغير. حسب درجة النشاط. حسب النشاط. بدليل البوتاسيوم والسوديوم تفاعلها مع الماء عنيف لحظة. وتصعد غاز الهيدروجين بفرقعة. بعد كده الكاليسيوم والماغنيسيوم بيحصل تفاعل مع الماء بس ببطل. بعد كده الخرصين والحديد. بيتفاعل مع الماء السخنة. كمان درجات حرة عالية. تنزل النحاس والفضة ما فيش تفاعل مع الماء. يبقى هي باختصار متسلسلة النشاط الكيميائي. ده تطبيق حياتي. لو انت عايزت لما حاجة فضة. طبق بلاستيك. تفيرش وفويل من تحت. تجيب شوية ماء سخنة. وتحط فيه معلقة بيكين بودر. ممكن تحط معلقة اتنين تلاتة معك لحد تلات معالي. بيكين بودر. بعد كده تحط فيه الادوات الفضية اللي انت عايزها. تسبها لمدة ربع ساعة. وبعد ربع ساعة تطلحها. تشطفها بالماء المغلية. وتديها تلميعها بحيط تصوف. بعد كده الخرص الكيميائية لللافلزات. عايزين نشاطات بقى مصطرح. لاخدنا نشاطات للعناصر الفلزية. نفس الكلام بالزبط. هتجيب زي الفحم. الفحم دوت عبارة عن كربون. بلافلز. سي ستة. هتيجي تحط حتة الفحم دوت في مخبار. المخبار اللي انت بتشوفه دايما ده اسمه مخبار. وتضيف لها حمضة هيدروكولوريك. حتة الفحم هتحط عليها حمضة هيدروكولوريك. هتبص ما فيش حاجة حصل. عشان ده لافلز. اللافلز مش بتفاعل مع الحمض. اللافلزات كالكربون لا تتفاعل مع الاحماض. خليك فاكر المعلومة دي. اللافلز كالكربون والعناصر ديت لا يتفاعل مع الاحماض. طب مين اللي كان هتفاعل الفلز? الفلز كان هتفاعل ما فيش في اي مشكلة. لكن اللافلزات لا تتفاعل مع الاحمر. عندي نشاط تاني. نفس الكلام. قطعة فحم اللي هو الكربون. معلقة احتراق زي ما انت شايف كده. ومخبار مليان اكسوجين. هتولع في حتة الفحم. ماشي? لما تولع في حتة الفحم هتدي لك اكسيد عادي مفيش مشكلة. فحم اللي هو الكربون. هتولع فيها هتدي لك اكسيد. هتدي لك ساني اكسيد الكربون. ساني اكسيد الكربون ده هتاخده الضبوب في مية بدي لك حاجة اسمها حمض الكربونيك. لما الضبوب في مية بدي لك حمد الكربونيك. حمد الكربونيك اللي انت شايفه قدامك ده وتحط عليه سابقة عباد الشمس تلاقي لانه بقى احمر. يبقى الحامضي يبقى تحمر ورقة عباد الشمس. حامضي اه ايه? خده بقى كده ايه قاعدة قدامك. حامضي يبقى تحمر ورقة عباد الشمس. قلوي او قاعدي تزرق ورقة عباد الشمس. قلوي قاعدي تزرق ورقة عباد الشمس. حامضي تحمر ورقة عباد الشمس. لك حافظها قاعدة تقول ما انت شغال علوم. يبقى احنا كده عارفنا ايه? المسال ده نعيده تاني مع بعض. هتجيب حتة الفحم هتسخنها. بعد ما تسخنها هتدي لك الاكسيد هتضيف عليها مية بتدي لك حمض الكربونيك. حمض الكربونيك ده تيجي تحطه عليه صبغة عباد الشمس تلقى لونه احمر. زي ما احنا قلنا هو كربون مع الحرارة في وجود الاكسجين بيدي لك ساني اكسيد الكربون. ساني اكسيد الكربون. ساني اكسيد الكربون ده تحط عليه مية بيدي لك حاسمها حمض الكربونيك. احفظه برضه عشان تستخدمه كتير. احمض الكربونيك ده حمض يا مصدر. تحط عليه صبغة عباد الشمس لقى لونه احمر على طول. معنى كده ان احنا عندنا طريقة مميز بها بين الحمض والقعدة اللي هو صبغة عباد الشمس تستخدم للتميز بين المحلول القلوي والمحلول الحمضي. المحلول القلوي لونه بيكون ازرق. زي ما انت شايف كده قدامك. طب المحلول الحمضي لونه بيكون احمر. يبقى عايز تفرق بين اي اكسيد قدامك بص على الاكسيد ده. هيكون قعدة ولا هيكون حمض. عند الكاليسيوم. ده فيه اتنين في مستوى الطاقة الاخيرة مصدر. يعني معنى كده ان هو هيكون قعدة. طبعما عندي الفلزات بتكون قواعد. الفلزات بتكون قواعد. عند اللا فلزات بتكون احماض. فبالتالي الفلزات بيكون لونها ازرق. اللا فلزات بيكون لونها احمر. موضوع سهل ولا صحاب? انا عندي عنصر فلز. الاكسيد بتاعه بيكون عبارة عن قلوي. الاكسيد بتاعه عبارة عن قلوي. يعني قاعدة. قلوي يعني قاعدة. ده لما تحط عليه صبت عباد الشمس لونه بيكون ازرق. طيب اللا فلز الاكسيد بتاعه بيكون حمضي. تجي تحط عليه صبت عباد الشمس يكون له نوع احمد. في حاجة بقى اسمها اكسيد مترددة. من اسمها كده. مرة بتكون قاعدة ومرة بتكون حمضة. ملهاش قاعدة سابتة. يعني زي مين? اكسيد الالمونيوم. ده مرة تلاقيه شغال قاعدة. مرة تلاقيه شغال حمض. بتفاعل مع الاحماض اكنه قاعدة. بتفاعل مع القاعد اكنه حمضة. عشان كده وصمه متردد. هو متردد. هو مش عارف هو ايه بالزبط. وبكده تكون خلصنا مع بعض الدرس الجميل دوت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. واستنانا في فيديوهات مراجعة قدم ان شاء الله. وكان معكم مستر محمد. وبالتوفيق بازن الله. اشوفكم على خير. سلام.